أفادت وكالة رايترز نقلا عن مسؤول إسرائيلية بحل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مجلس الحرب المؤلف من ستة أعضاء وفي الصياق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اعتزام نتنياهو تشكيل مجلس محدود للمشاورات الحساسة كبديل عن مجلس الحرب المنحل لا هدنة بدون قرار مني هكذا أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قرار الهدنة التكتيكية بقطع غزة الذي أعلن عنه وزير الدفاع أفجالاند الوزير الذي تخطى رئيسه أعلن أن الجيش سينفذ هدنة للأنشطة العسكرية في قسم من جنوب غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية موضحا حتى توقيتات محددة للهدنة تبدأ من الثامنة صباحا وتنتهي في السابعة مساء يوميا وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا نتنياهو الذي كان آخر من يعلم بقرار الهدنة أعلن فتح تحقيق في صدور القرار العسكري دون التنسيق مع المستوى السياسي ثم خرج مسؤول كبير يؤكد أنه لن يكون هناك انسحاب من غزة قبل عودة جميع المحتجزين وأن الحرب لن تقف إلا باتفاق وليس بالتزامات مسبقة غداة هذا اليوم المشهون بأعلى مستويات التوتر داخل تل أبيب أعلن نتنياهو حل مجلس الحرب المصغر الذي لم يعد به سوى أربعة أفراد بعد أن استقل منه بيني جانس وغادي أيزنكوت منذ أكثر من أسبوع ولكن قرار حل مجلس الحرب أتى بعد أن طلب وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن جافير بالانضمام له ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية خرجت بتسريبات تشير إلى أن نتنياهو لن يعيد تشكيل المجلس الملغى بل سيستبدله بمجلس محدود للمشاورات الحساسة سيقتصر على وزير الدفاع جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي إتساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمار ترجمة نانسي قنقر